كيف نكون قدوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد صباحكم مستمعين وحبايبنا في كل مكان مستمعين ألف ألف أفأم الموجة السعودية حلقة جديدة من برنامج كيف نكون قدوة البرنامج اللي يجيكم كل يوم اثنين واربعة في تمام الساعة العاشرة صباحا كيف تسمعوا حلقتنا اليوم من كيف نكون قدوة رح تسمعونا عن طريق الراديو مباشرة أو رح تروح تحمل تطبيق ألف ألف أفأم من الأب ستور أو البلاي ستور أو رح مباشرة على الموقع الرئيسي على www.1000fm.com لو حابين تشاركونا أيضا في موضوعنا اليوم رح تتصلوا علينا على 012-61-61-100 011-217-85-85 أيضا تقدر تشاركونا عن طريق الـ SMS على STC 855-1040 موضوعنا اليوم في كيف نكون قدوة صراحة موضوع إيجابي بإذن الله كيف اليوم طبعا إحنا بادئين صباح بإيجابية إن شاء الله خلينا نقول اليوم رح تتكلم في كيف نكون قدوة عن نقطة تتحول وقوة التغير من الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية في حال الشخص كان أو تعرض لصدمة في حياته كيف ممكن يتعامل مع هذه الصدمة حسب تعامله مع هذه الصدمة رح تكون في نتائج مختلفة أكيد في المستقبل كيف يتعايش كمان كيف يقدر ذاته كيف يعرف إيش الطاقة اللي فيه كيف يحولها كيف يعرف يقوي نفسه بطرق مختلفة كيف يعالج هذا الشيء أو كيف يعرف لمين يروح يتعالج من خلاله أو يتناقش معاه في مشاكله كثير تفاصيل في حلقة اليوم كيف نكون قدوة إن شاء الله رح تستفيدوا منها ورح نتعرف عليها من خلال الدكتورة أو الأستاذة غدير حكيم حاصل على الماجستير في علم النفس من أمريكا وموظفة في يزارة التعليم نقول صباح الخير أستاذة غدير صباح النور أهلا وسهلا مستمعين إداعة ألف ألفيا يصر لني أتواجد معكم في هذا اللقاء الشيء وإن شاء الله نبدأ يومنا بإيجابية أول حاجة أحب أن أتكلم عن الصدمة النفسية هي حالة من الأذى وعدم التوازن والإطراب في المشاعر مما تؤدي إلى تأثير عقلي وجسدي على الإنسان حسب الصدمة التي أتعرض لها الصدمة النفسية تختلف من شخص إلى آخر وفق الأسباب والعوامل المؤثرة فيها حتكلم تحديدا عن الصدمات العاطفية التي هي صدمة الحزن العميقة نتيجة الفراق حتكلم فقط عن صدمات الطلاق والموت يتعرض الإنسان لحزن عميق واكتئاب نتيجة هذا الفقد وبالتالي يفقد تقدير ذاته ويشعر بالضيعة من أعراض الصدمة أنه فقدان الطاقة ما بتصير عنده طاقة أنه يسوي أي حاجة في الحياة فيفقد الطاقة وتكون حياته تقريبا أبيض وسود ويفقد متعة الحياة عادات الأكل السيئة وفقدان الشهية الخوف والقلق وعدم التوازن ضعف التركيز وفقد الذاكرة وسرعة الغضب الاكتئاب واليأس واللجوء للمخدرات والانتحار لازم كمان نعرف إيش هي مراحل الصدمة أول مرحلة من مراحل الصدمة أو الحزن الإنكار إنه هو بنكر يعني إيش الحدث اللي هو أثر له فهيكون في حالة إنكار الغضب المساومة والاكتئاب والقلوء والقبول في النهاية القبول اللي يقصد به اللي هو القناعة الداخلية ومصالحة مع الذات من طرق التعايش مع ألم الفقد أول حاجة يعني من الطرق اللي الواحد المفروض أنه يعني يتعايش فيها اللي هو السماح بالتعبير عن مشاعره وأنه هو يتعايش مع الحزن بس إنه هو ما ياخد فترة طويلة في الحزن ويقدر طول حياته في الحزن إنه يعبر عن مشاعره وعن غضبه يشتكل الناس اللي هم حوالينه يسمح لدموعه بأنها تنزل فهو عادي إنه هو في موقف الصدمة فلازم يعبر عن غضبه يعني يعطي نقدر نقول للغضب والصدمة يعطيها وقتها أو يعطيها مجالها يعني في النهاية الشخص كمان لما يستعجر الأمور ما تاخد أتوقع مساحتها بالضبط يعني إنه هو اللي هو يتعايش مع ياخد وقته في الحزن أنا هعرض لكم تجربة أنا مرت فيها شخصيا لا يعتزل أصحابه اللي هم الأصحابه والمحيط اللي هم فيه يعني هم محيط عائلته فيكون داما متواجد معهم لأنه يعني هو لما حيكون متواجد معهم حيخفف الألم ألم الإحساس بالفقد ألم الفقد في بعضهم لما يعني بيتعرضوا للصدمة إنهم هم يعني بيهربوا من الناس اللي حولينا وهذا يعني من الناحية نفسية ما هو صحيح كمان الحضن أو احتضان الناس اللي انت تحبهم أثبتت الدراسات والأبحاث إنه فيه هرمون السعادة عن طريق اللي هو عن طريق الحضن الناس اللي انت تحبهم وكمان هذا يخفف من الصدمة نفسها ومن الحزن نفسه كمان التقرب إلى الله بالصلاة والدعا حابة أني أنا أعرض تجربتي يعني في هذا الموضوع أنا تعرض أصلا لصدمة أتوفى الوالد الله يرحمه من ست سنوات تقريبا أنا كنت معي رجعت من أمريكا معي ماجستير إدارة الصراعات وحل المشكلات وكان نفسي جيت كل طاقة إيجابية وكان نفسي الثقافة اللي أنا أخذتها في أمريكا أنا نقولها هنا وبالفعل أنا أتعين في الجامعة في جامعة الملكة عبدالعزيز متعاونة لكن وفاة الوالد عملي لغبطة في حياتي وفعلا عملي عدم توازن واضطراب وبدأت كثير تصرفات تتغير في شخصيتي لأنني أنا أنكرتها أو كنت أيام الحدث نفسه كنت قوية وكبت المشاعر فكبت المشاعر أدى إلى أن كلها راحت في العقل اللا واعي وبالتالي لما كبتها وأنكرتها وقاومتها سرت غاضبة وأثر على نفسيتي من الناحية النفسية والجسدية حلو يعني نقدر نقول أن الشخص إذا تعامل مع الأشياء التي تترى عليه وقت الصدمة إلى آخره من غضب يعني إذا تعامل معه بالطريقة هذه ممكن يتحول فعلا لغضب لازم يتعامل معه بطريقة مختلفة يعني لازم يروح مثلا عند شخص مختص في ناس كثير لما توصل هذه المرحلة ما تعرف تتعامل مع نفسها هو يعني في مرحلة الصدمة أو في الإحساس بألم الفقد سواء الموت ولا الطلاق أنه هو المفترض الإنسان أنه خاص مجرد ما يلاحظ على نفسه تصرفات غريبة أو سلوكيات يعني غير صحية أنه يلجأ للناس المختصين النفسين والإستشارات النفسية رغم أنه نتخصص عن نفسها بس ما يمنع الإنسان أنه لكل جواد انكبه وأنه الإنسان يعني لا ينكر هذه المشاعر يعني يعيشها فترة من الزمن عشان يتخلص منها ويرجع تاني بس أنه ما يعيش طول حياته في فترة الحزن والصدمة يعني وتأثر طبعا على تفكيره على تركيزه على سلوكه على معتقداته على أفكاره حلو جميل هذا بالنسبة كيف الشخص ممكن يتعامل مع الصدمة كيف يتعامل مع الصدمة في صدمة أخرى كمان أنا تعرضت لها اللي هي إصابة ولدي بصعبات التعلم اللي هو عثر القراءة والكتابة أنا ما اكتشفت هذه المشكلة غير لما أنا رجعت السعودية فقعدت لومت نفسي كتير وطبعا هذا اللوم يعني مرة مرة صعب أنك إنت تجلد ذاتك فالإنسان المفترض زي ما أنا قلت أنه هي درجة الوعي بالصدمة لما كل ما الإنسان يكون درجة وعيه بالصدمة أنه من جرد ما يحس أنه فيه تصرفات غريبة أو سلوكيات ما هي صحية على نفسه مثلا زي الغضب زي العصبية زي التناقض في الشخصية فخلاص بالحالة هذه أنه هو المفترض أنه يروح للاستشارات النفسية لحقون تطوير الذات بالفعل أنا اللي خلاني أتغير 180 درجة من السلبية للإيجابية عشان كده هو موضوع اللقاء اللي هو نقطة التحول وقوة التغير من السلبية الإيجابية أنه أنا طرقت هذه الأبواب أنا في البداية طبعا زي ما قلت أني أنا نكرتها وقاومتها وبالتالي أثرت سلبا على صحتي وعلى جسدي فمجرد أني أنا زاد الوعي عندي وروحت نقطة اللي هم برامج تطوير الذات نقطة التحول فأثر على سلوكي وبالفعل أتغير 180 درجة ممتاز جميل جدا راح نكمل أكيد موضوعنا مستمعينا اليوم عن نقطة التحول وقوة التغير من الطاقة السلبية إلى الطاقة الإيجابية فاصل بسيط وراجعين خليكم على السماء كيف نكون قدوة رحب فيكم من جديد مستمعين برنامج كيف نكون قدوة مكملين موضوعنا أكيد مع الأستاذة غدير حكيم عن نقطة التحول وقوة التغير من الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية قبل الفاصل الأستاذة غدير اتكلمت عن إيش المقصود بصدمات نفسية مراحل الصدمة اللي بيمر فيها كل شخص فينا كيف أيضا يقدر يتعايش مع هذه الصدمة ويواجهها نقدر نقول كمان وعطتنا مثال على حضرتها أنه كيفية تعاملت مع موضوع وفاة الوالد والأخير الله يرحمه طب بالنسبة لتقدير الذات أستاذة غدير تقدير الذات في ناس كثير 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 تشوفيها تلاقيها ما تعرف تقدير ذاتها ما تعرف حتى على سبيل القيمة أنه ما تعطي قيمة لنفسها أبدا ما تشوف نفسها شيء دائما هذه ذرة النوعية للأشخاص أحس فعلا في مشكلة هنا لأنه كيف الشخص ما يقدر يقدر ذاته فيه كمان بالمقابل الأشخاص يقدر ذاته أكثر ما يقدر أي أحد فكيف البني آدم حتى يقدر يوازن بين هذه الأمور طيب نحن نحن نعرف أول حاجة تقدير الذات اللي هي النظرة أو الصورة التي يرى الإنسان فيها والقيمة وأهمية نفسه من خلال مشاعر الفخر والاعتزاز والثقة بالنفس طبعا فيه فرق أنه الإنسان يكون عنده تقدير ذاته يعني ممكن يكون عالي أو منخفض طبعا إحنا لازم نكون فيه موازنة بين العمليتين لا يكون التقدير الذات جدا مرتفع لدرجة أنه يوصل للغرور ولا كمان يكون منخفض جدا لدرجة أنه يحس الإنسان بعدم القيمة أو الدونية لنفسه والنظرة السلبية لنفسه فمن مراحل تقدير الذات أهم حاجة اللي هو الثقة بالنفس التعلم والإدراك والاستفار معرفة نقاط قوته وضعفه تدريب مهاراته والاستفادة من خبراته في العمل والنجاح والتفاق هذه حلو طب لو مسكنا كل وحدة يعني على حذة خلينا كمان نتفصل فيهم أكثر أول شيء إيش هو في تقدير الذات الثقة بالنفس الثقة بالنفس حلو إذا الشخص كان عنده شوية في مشكلة الثقة بالنفس كيف ممكن يقدر يشتغل على الموضوع أكثر طبعا هو من خلال إنه هو معرفته بنقاط القوة أو نقاط ضعف مثلا يعني مثلا إنسان يعني موهوب بالفطرة أنا في نظري يعني ما في إنسان فاشل أو غير ذكي أو غبي هي تعتمد كلها على نظرية الذكاءات المتعددة ففي ناس موهوبين مثلا عندهم الذكاء اللفظي عالي الذكاء الاجتماعي عالي الذكاء العاطفي عالي حسب أنواع الذكاءات المتعددة فمثلا على موضوع الثقة بالنفس إنه بالذات الناس اللي ما عندها ثقة في نفسها من تجربة من واقع حياتي مثلا أنا ولدي عشانه زي ما قلت أنه عنده عسر القراءة والكتابة وهو عنده صعبات التعلم والديسليكسية فعنده ثقة في النفس جدا كانت منخفضة فأنا أشتغلت عليها من خلال أنه أحمل داما مسؤوليات أدي له دور في الأسرة خاصة أنه الصغير ما أحسسه أنه هو أقل من أخوانه فهذه كل الأدوار والمسؤوليات بتزيد من ثقته في نفسه حالو جميل وإش النقطة الثانية أيضا في نقطة؟ التعلم والإدراك والاستفسار كل ما أدرك الإنسان أنه هو موهوب أو زي ما أنا قلت أنه ما في إنسان غبي أو فاشل هو كله بعتمد على الذكاءات المتعددة مثلا في ناس موهوبين مثلا عندهم قدرة على الإلقاء والخطابة فهي مجرد تدريبات يمرنوا نفسهم إنهم كيف إنهم يستثمروا هذه القول لعندهم لصالح أنفسهم حلو جميل والطاقة أيضا طيب حلو خلينا نتكلم عن الطاقات كمان إنه كمان هي نقطة التحول وكيف الواحد فعلا يقدر يتقبل الصدمة ويحول هذه الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية وهو شيء موسهل في النهاية يعني هو مزي الكلام لما بقرأ العنوان بس تسهل الموضوع إنه أنا فعلا ممكن أقوم نزعلانة بس أسوي شيء فرحني وأصير طاقة حلوة وإلى آخر بس الواحد لما يكون في الصدمة فعلا بيكون مش من السهل مية بالمية إنه هو يتحول من طاقة سلبية لإيجابية بس خلينا نتكلم في موضوع الطاقات في البداية الطاقة إيش المقصود بالطاقة في ناس كثير على فكرة كمان ما تقتنع في هذا الكلام برضو موضوع الطاقات بشكل عام إيش أقوى الطاقات الموجودة كمان بيننا طيب بس أنا حابة بس أضيفة جزئية في تقدير الذات إنه التقدير الذات لما يكون ضعيف هو ينتج عن عدم الشعور بالحب والحنان ويحدث أحيانا من أقرب الناس بدون قص التقدير لازم كمان أنا أتقبل ذاتي كما أنا بدو التغيير القيمة الذاتية لنفسي اللي أنا أشوفها نفسي من خلال دوري في المجتمع هدفي إنجازاتي تقدمي الحب للذات إن أحب الأشياء التي نعمها عليها الله ويعتمد على أسلوب البرمجة من أهل الطاقات اللي أنا كمان مرحبني أنا يعني وأؤمن بيها وهي اللي فعلا غيرتني 180 درجة اللي هي طاقة الحب لها قدرة عجيبة وخاصة الحب في الله والحب الغير مشروط بدون قيود وعطاء ومن أنواع الحب حب الذات حب الآخرين حب الحياة حلو هذه من الأقوى الطاقات اللي هي طاقة الحب طاقة الحب لأنه في يعني أنا في حالات كانت يعني أسمع عنها كثير أنه الوحدة لما تتزوج بتركز دائماً على زوجها وبتنسى نفسها واهتماماتها أو ما بالتاني ما بتخلي لها يعني ما بتعتبر زوجها أنه هو إضافة لها والمفترض أنه هو يكون كده ما تكون أنه يعني يكون عندها التبعية المطلقة له أنا أعرف حالات كثير إنهم هم كانوا دائماً متبعين أزواجهم في النهاية خسروا حياتهم الزوجية وتطلقوا فهي الوحدة أنه هي كلها يكون لها اهتماماتها لها تحب نفسها تحب ذاتها تقدر نفسها وتدي كمان مسؤولياتها مع زوجها حلو جميل حلو الوحد يسوي توازن يسوي بلانف لأنه في النهاية لو فعلاً ما يعني ما سوى توازن وفي فضل زي ما بتقولي حضرتك أنه يتبع الشخص اللي يعني بيشعر بطاقة الحب من خلاله حيوصل مرحلة في النهاية لو سابه طبعاً هيكون هو في مرحلة أو صدمة نفسية حيصير في صدمة نفسية بالضبط زي ما احنا تكلمنا عنها صحيح طب حلو إش كمان في طاقات داخلنا احنا كمان ما نعرفها برضو حابة كمان نتكلم عن الطاقة الداخلية هي القوة والمصدر الذي يعمل على تنشيط الجسم والقوة المحركة والمؤثرة والفعالة تتأثر بالأفكار لدرجة كبيرة من أنواع الطاقة طبعاً نحن نعرف أنواع طاقة كثير منها السلبية والإيجابية في عندنا الحركية والفكرية والعاطفية والروحانية الروحانية اللي هي علاقة العبد بالربو لتطوير الطاقة الداخلية أول حاجة لازم يكون فيه داماً تفكير إيجابي تنظيم الوقت بإنجاز الأعمال النظام الغذائي، ذكر الله والاستغفار، النوم، الاسترخاء الاسترخاء طبعاً مو كل أي أحد يعرف يعمل الاسترخاء لازم أنه يكون داماً في أنوار هذا وضع الشموع هذا كمان دي التقنية بتساعد على التركيز على قوة التركيز وكمان في نفس الوقت بتعمل استرخاء للجسم وكمان بنيكتسب طاقة إيجابية التأمل شي صراحة جداً جداً رائع أنك تتأمل مثلاً البحر، تتأمل السماء، تتأمل هذه الأشياء كلها كمان أنت بتكتسب طاقة إيجابية جميل، هذه إحنا كيف ممكن نكتسب الطاقة الإيجابية من خلال أشياء حوالينا تحديداً؟ كيف ممكن نهيئ النفس؟ ممتاز، بعمل حلوة لأنها تستقبل الطاقة هذه طب بالنسبة أيضاً للقوة الكاملة داخلنا زي ما قلت أول أنه هي القوة الداخلية التي يؤمن بها الإنسان برضو وفق نظرية الذكاءات المتعددة زي ما بقول لك، الإنسان لازم يؤمن بنفسه بقدراته أنه مثلاً أنه يقدر أنه هذا يسوي الشيء هذا حتى لو كان حواليه ما يساعده أو كان في مجتمع محبط طالما هو مؤمن بنفسه وبقدراته أنه في يوم الأيام ممكن يوصل حيوصل بإذن الله بس أهم شيء يكون عنده الإرادة والقوة والعزيمة للإصرار للنجاح يعني مثلاً أنا طلعت أيامتها أمريكا قاعدت سنتين وأنا أحاول في موضوع البعثات رغم يعني كثير قالوني خاصة يعني ما حتجيك البعثة بس كان إصراري وإيماني في نفسي وقوتي الداخلية بأن إن إنسان غير وإنسان متميزة وإن أنا حقدر بالفعل أتحدث أصعاب هذه وقدرت أني أحقق حقيق تفلتي نفسك هذا الشيء الأهم أيضاً طب حلو في حال وجود بعض الأمراض النفسية والصحية إيش أنواع العلاجات الموجودة أيضاً؟ أنا كمان من تجربتي يعني لما تعرضت للصدمات هذه وقلت لك هزتني أثرت سلباً على صحتي من الناحية الجسدية أصفت بحاجة في قدمي اسمها أخمص القدمين أو التهاب الشوك العظمية رحت لدكاترة ستة دكاترة كلهم ما عرفوا لي وكانت طريقة التشخيص مختلفة في النهاية لما قلت لك أنا رحت تطوير الذات نقطة التحول والطريق للحكمة هذه البرامج كلها ساعدتني أني أستفسر بنفسي أكتر وأدرك مشكلتي أنه فعلاً أنا الصدمة النفسية أثرت فعلاً على جسدي لأنه هي أثبتت الدراسات كمان أنه في بعض الأمراض النفسية زل الصداع النسفي وكثير من الأمراض هي أساساً أسبابها تكون منشأها سايكوماتية وهي جسدية نفسية فبالفعل لما أنا كانت عندي درجة الوعي عالية وقررت التغيير لأنه هو التغيير يعني يبدأ بالإنسان نفسه لقولي تعالى أنه يغير الله بقوم حتى ما يغير بأنفسهم فمن يوم ما جاء زاد عندي الوعي وإدراكي نفسي وعملت طريقة العلاج الإيحائي لنفسي يعني من خلال أني أركز على الطاقة الإيجابية اللي فيها مثلاً أو الفكرة الإيجابية اللي فيها مثلاً أنا أقول من يوم ما خففت الشكوى وقللت الشكوى وما أقول أنا تعبانة أو أنا مريضة غيرت الصورة اللي في مخيلتي وحطتها بفكرة إيجابية اللي هي أنا كويسة وأنا استمتع بصحة جيدة وأنا ما فيها ولا حاجة فالحمد الله 180 درجات كثير فرقت معايا عن طريق العلاج الإيحائي يعني الشخص أحياناً لما فعلاً يقول يوحي نفسه أنه حسب ما هو بيظهر أو أنه أنا تعبان في العقل الباطني فعلاً على طول اللي يشعرك بهذا الحالة بالضبط لأنه هو العقل اللاواعي أو العقل الباطن زي ما تفضلتي إنه بيستوعب الإيجابي والسلبي واستيعابه للسلبي أعلى من الإيجابي فإحنا دائماً نحاول نحط دائماً أفكار إيجابية عشان تحفزه يعني ليش أقول لإنسان مثلاً أنه هو فاشل لا مفروض أن أنا أقول أنا إنسانة ناشحة أنا إنسانة متفائلة أنا قوية فهذه كلها الأشياء تتبرمج في المخ وبالتالي تصبح سلوك تصبح سلوك جميل جداً مستمعينا رح نكون مكملين موضوعنا أكيد في كيف نكون قدوة عن نقطة التحول وقوة التغير من الطاقة السلبية للإيجابية فاصل بسيط وراجعين كيف نكون قدوة كيف نقدر نحول الطاقة السلبية لطاقة إيجابية كيف نقدر نغير نفسنا من السلبي للإيجابي طبعاً هذا هو موضوعنا اليوم في كيف نكون قدوة لو حابين تشاركونا في حلقة اليوم مستمعينا قولونا عن تجاربكم في هذا في موضوعنا اليوم هل فيكم أحد مر بصدمة معينة فعلاً وتحدى هذا الشيء تحلب بصفات كنا بنذكرها قبل شوية معينة كيف يقدر يحول الشخص فعلاً الطاقة اللي بيحس فيها من الطاقة السلبية للإيجابية قولولي أنتو لما فعلاً تقوموا من النوم في يوم تحسوا أنه فعلاً اليوم أنتو داون ما أنتو حاسين أنه طاقتكم كده يعني ما هي بالقوة المعتادة كيف ترجع تصحصح نفسك كده وترجع لعجلة الحياة الطبيعية وتروح شغلك بإيجابية بابتسامة إيش الأشياء حتى لو أشياء بسيطة كيف هذه الأشياء بتغير الطاقة بالنسبة لكم شاركونا على 012-61-61-100 011-217-85-85 لو حابين تشاركونا أيضاً على أرقام الـ SMS على STC 85-1040-66-301-7013-13 وخلينا كمان نشوف كيف إيش الصدمات فعلاً هل إذا في شخص فيكم مرض بصدمة معينة كيف أتعامل معاه؟ خلينا نشوف قوتكم الآن حيرو أستاذة غدير نجاح لك من جديد طبعاً كنا نتكلم قبل الفاصل على العلاج الإيحائي والمعرف كيف البني آدم يعرف هو يقنع نفسه بالشيء اللي هو يبقى يعني يقدر يهيئ عقل الباطل إن هو يستقبل الأشياء اللي هو بيقولها بطريقة طبعاً إيجابية طيب حابة أتكلم أول عن العلاج الإيحائي هو أسلوب من أساليب العلاج في الأمراض النفسية والتغلب على المشاكل النفسية زي ما قلت إنه إحنا بنتقل للعقل اللواعي أو هو العقل الباطن ومسح الأفكار والعادات السلبية والتصورات والأوهام الغير حقيقية طبعاً هذا العلاج أو هذا الأسلوب يعتمد على نسبة رغبة المريض في العلاج ومدى استبصاره ونسبة النجاح فيه تقريباً جيد جداً يعني أنا مثلاً لو جاتني حالة هي ما هي مقتنعة أصلاً إنها هي مريضة أو عندها مشكلة أو عندها خلل أو عندها اضطراب نفسي أنا ما حقدر أسوي لها أي حاجة إنه هي أهم شيء درجة التقبل لازم إنها هي تكون متقبلة ومدركة إنه هي عندها خلل زي ما أنا قلت يعني ما ينفع يكون الشخص ينكر هذا الشيء بالضبط طول ما هو بينكره إذن هو ما بيواجه بالضبط هيكون في مرحلة المقاومة ما بيكون في مرحلة المواجهة طبعاً هذا الأسلوب يستخدم في حالات الأمراض الشديدة زي مثلاً الإدمان، الخوف، الهلع الشديدة والقلق والاكتئاب كمان هذا الأسلوب يعتمد على إدارة برمجة الدماغ الأفعال اللائرادية زي ما قلت إنه مسح العادات السيئة والذكريات المؤلمة حلو، جميل، طب خلينا كمان نتكلم عن نقطة بما أنك حضرتك كمان فكرت إنه الشخص عادي يروح إنتي حضرتك في النهاية مختصة يعني تقدر أكيد تعاملي في النهاية تعرف أساسيات التعامل كيف مع نفسك كده لكن فعلاً في مرحلة ما الواحد ما يقدر حتى يمكن يتعامل مع نفسه وفي وقت صدمة، في وقت محتاج يمكن كمان أحد مختص يفهم، يعرف إيش يقوله، إيش ما يقوله فثقافة موضوع إنه إحنا فعلاً لما نحس بشي نفسي تحديداً إنه إحنا نروح للمختص نروح للشخص المناسب نقوله في كثير من الناس الآن اليومنا هذا مع كل التغيرات اللي إحنا بنمر فيها ما بتقتنع إنه الشخص أحياناً فعلاً محتاج بيشوفوا إنه ما أقوله راح نمختص نفسي لا أنت أكيد مجنون يعني داماً عندها الفكرة هذه متربصة في دماغها إنه مستحيل يكون فيه مختص نفسي إلا لأنه فيه مشكلة فعلاً طب هو فيه مشكلة بس إحنا بدور له على حل يعني شي بسيط فإيش رأيك في هذه النقطة أستاذة غدير والله يشوف أنا يعني أنا اللي أحسه يعني رغم إنه أنا متخصصة في علم النفس وهذا تخصصي وأنا مكون طاقة إيجابية للآخرين بس مجرد إنه أنا متعرضت لصدمتين هادي واللي أثرت علي وبالفعل أنا تغيرت سلوكياتي وصرت عصبية أكتر وغاضبة ومتدمرة فبدأت إنه أحس إنه فيه مشكلة أنا حاولت إنه أنا عالج نفسي بس برضو يعني في النهاية بابا النجار مخلع ولكل جواد ناكبه فالإنسان أهم شي مجرد ما يشعر إنه هي فيه تصرفات تغيرت فيه سلوكه فيه أفكاره فيه معتقداته بأنه يطرق هذا المجال في الاستشارات النفسية هم بيعالجوا كثير حالات يعني حالات الاكتئاب بدلا مثلا أنا أروح لدكتور نفسي وأخذ أدوية طبعا أنا صراحة مرة وأنصح الموضوع الأدوية لأن الأدوية يعني على المدى البعيد ممكن يسر للشخص فيه إدمان له صحيح بس هي جلسات تطوير الذات والعلاج للسلوك المعرفي والعلاج الإيحائي بتاخد وقت طويل يعني أنا مثلا البرنامج أخذ معايا سنة بس كنت يعني متقبلة للتغييرات اللي حأثرت لي يعني أنا كنت في البداية يعني كنت مثلا حط قناع على وجهي ويشوفوا الناس داما الشيء الإيجابي فيه بس مجرد ما بدأت البرنامج ده طبعا هما دخلوا في العقل اللاواعي فكل الرغبات المكبوطة والمشاعر المكبوطة خرجت طبعا أنا في ذلك البرنامج يعني قعدت أفكي لما قلت بس بس ما في مشكلة أهم شيء أني أنا في النهاية تغير صحيح وظاهرت الصورة الحقيقية لغدير بعدين في النهاية ركزت على نقاط القوة حقتي وحاولت أني أستثمرها يعني أنا كان يعني حلمي من زمان أني كنت أشارك في الإزاعة وهذا كان حلم يعني مجرد أني أنا ما يعني ركزت عليه عن طريقة علم البرمجة صار حقيقة جميل جدا حلو المثال صراحة في عندنا مشاركة من الأخ وليد نقول ألو صباح الخير أهلا صباح النور ياهلا وسهلا أخوي وليد تفضل الله يسعدك أنا بس حبيت أشارك بخصوص موضوع الطاقة السلبية كيف الناس تتخلصوا منها حلو يعني أنا من وجهة نظري ما في غير الذكر يعني ذكر الله سبحانه وتعالى جميل أكيد يعني شيء أي نعم فأيريت أنه الإنسان لما يحكي نفسه بالكئاب أو بأنه مثلا متضايب من شيء معين ما في أحسن من أنه الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى طبعا هذا ما يعني ما يقصر من دور الأخصائيين أكيد طبعا لكن ونعمة بالله يعني لا بذكر الله تطمعنا القلوب أكيد نعم 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 فأيريت الإنسان المشكلة الإنسان دائما يشير الهموم على أكتاب ويمشي فيها لكن نقول يا رب ونتوكل على الله وإن شاء الله بإذن الله الإنسان قادر يعطيك ألف عافية أخي وليد الله يعرفيك أخي ونعمة بالله أكيد حلوة نقطة كمان اللي ذكرها الأخ وليد ذكرتها حضرتك أن الفينا البني آدم دائما لازم يعني سبحان الله ذكر الله دائما يعني حس بني آدم بالراحة بالطمأنينة من الداخل حتى لو كان ما هو عارف إش المشكلة فيه بالضبط يعني أنا زي ما قلت أنه كمان يعني أنه لازم نربط الناحية النفسية بالناحية الدينية وزي ما مشاركتنا الأستاذة وليد الذكرى ذكر الله والاستغفار الاستغفار يعني شي جدا رائع أنه هو بيرفع من الطاقة الإيجابية وكمان في أساليب بنتخلص فيها من الطاقة السلبية زي مثلا الاستغفار السجود الملح الخشن الصلاة عشان الصلاة يعني عشان نشعر بالأمن والسلام والطمأنينة ومارسة الرياضة كمان الابتسامة الابتسامة يعني شي جدا رائع يعني أثبت الدراسات برضو فيه كل ما الإنسان يبتسم كل ما إنه بيرتفع عنده هرمون السعادة وبيتخلص من الطاقة السلبية جميل بالنسبة طيب لحياتنا أستاذة غدير هل في فعلا أبعاد لحجرة الحياة عندنا لازم دائما نوازم بينها عشان نفضل حاسين بالتوازن هذا بالضبط يعني عجرة الحياة فيها أبعاد عديدة الجانب الديني والجانب العقلي والجانب الجسدي والجانب الأسري والجانب الروحي والجانب الثقافي الجانب الديني اللي هو زي مثلا الأدعية والصلاة والذكر والإحسان والظن بالله وحسن الظن بالناس والصبر والفرج هذه كلها كلها يعني أمثلة على البعد الديني فإحنا لازم تكون عشان عجرة حياتنا تكون متوازنة ما نركز جانب على بحيث يطغى جانب على جانب لازم أنها تكون هي كلها متوازنة يعني نشبع الجانب الديني الجانب العقلي الجانب الاجتماعي الجانب الديني طيب في حالة يعني هذه الجوانب فعلا يعني تم إشباع جانب أكثر من جانب هل في يعني لو صار الخلل هنا إيش 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 رح يحسه يعني حتكون عجرة الحياة حقتك ملخبطة وهذا اللي صار معي بالضبط يعني من من واقع التجربة إن أنا كنت مركزة على جانبيني اللي هو الجانب العقلي اللي هو الدراسة والعلم وحضر مؤتمرات ودورات والجانب العاطفي فبالتالي كانت عجرة حياتي ملخبطة ما كانت متوازنة فهي المفروض إنها تكون كلها متوازنة بنسبة 50% عشان يشعر الإنسان بالسعادة والطمأنينة والرضا وكل ما الإنسان يعني قدر نفسه وقدر ذاته ويعني عرف يعني أهميته بدوره في الحياة وفي المجتمع وكان له هدف في الحياة كل ما قدر إنه هو يستطيع إنه هو يأثر على الآخرين ويكون تقديره ذاتي للآخرين طيب إذا أنا طاقتي سلبية وحاولت أغييرها وفعلا يعني حاولت أقنع نفسي بالعكس وسويت كل الأشياء اللي بتقولوا عليها وصارت الطاقة الإيجابية طب في النفف أحيانا بيجي ناس حولي طاقتهم مرة سلبية كيف هذا الشي طب على طول أبعد عنهم ما أحاول معاهم طيب كيف ممكن أحول طاقة الناس اللي حولي لأنه فينا الناس اللي حولي مؤثرة في البيئة العمل مثلا على سبيل المثال تخيل تكون قاعدة وفجأة كل الناس اللي حوليك سلبية مستحيلة حتى تقدر تواصل شغلك صحة وتقدر تبدأ يومك صحة أحيانا فكيف نقدر نتعامل مع الناس اللي حولينا في حال كانت طاقة سلبية في أساليب حلوة إنه الواحد يتعد قد ما يقدر عنهم أول حاجة ممكن تحاول تأثري فيهم بالطاقة الحب اللي عندك طيب أو تأثري عليهم إذا ما قدرتي خلاص ممكن تحاولي تمتنعي عنهم إنك أنت تبتعدي التبعية حقتهم إنك أنت تحاولي تنجزي تركزي على أعمالك ممكن تحطي سماعة إذا فعلا إنه في ناس بيضيقوك تحطي سماعة عشان ما تحاولي تسمعي لهم تحاولي تقدم تقدري إنك أنت ما تتأثري بهم بطاقاتهم السلبية يعني مثلا ناس مثلا تريد صحبتك مثلا أنت بتنجحي أو مثلا بتنجزي عمل تقول لك هذا العمل مثلا ما حيفيدك طيب إيش حيضفلك أقول لها خلاص ما هو شأنك يعني شأني أنا يعني فإنت كلما كنت تعتمد هي على القوة الداخلية كلما كانت قوتك بنفسك عالية وتقدير ذاتك عالي كلما هما ما هيقدروا يأثروا عليك حلو جميل مستمعين أنا راح أذكركم بأرقام التواصل وحابين شاركونا في حلقة اليوم عن نقطة التحول وقوة التغير من الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية على 012-61-61-100 011-217-85-85 قلونا كيف أن تقدروا تحول الطاقة السلبية لما تكون حالكم ولو تكون داخلكم أنتوا لطاقة إيجابية أشياء الطرق أو الأساليب اللي بتتبعوها في اتصال من الأخ محمد نقول ألوه سباح الخير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وأهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أخي محمد أو تعاني منها حلو إيش تجربتك في هذا النقطة الحديداً؟ يعني كان من أغرب الناس دي يعني عرفي كيف كان كان يعتبر دراعي اليمين أي حاجة أستشيره فيها عادي المغربين كان دائماً ما يبعتني رسائل تلبيه أنه أنت ما انت مثل أول أنت خلاص انصرت خاشل أنت خلاص ما تعطي كل حاجة حقه ودعنا كان يحبطني هذا بصراحة يعني كنت لما أجي أخدم على خطوة أني بغير فيها حياتي الأحسن إنت أستشيره فيها وكان يعطيني هذا الرسائل التلبيه فقررت غرار منه خلاص وقلت معه مرة وقلت لها شوف أنا أول كنت الحمد لله يعني أي حاجة أسويها إنجحتيها من ناحية المستقبلية أو أي شيء بس لما قلت أحدث معاك أنت تعطيني رسائل تلبيه وهذا الشيء هو اللي بي ابتعدت عنا بطراحة ابتعدت عن الطاقة ابتعدت عنا وخلاص في حاله وقيرت تعاملي معه يعني بشكل 360 درجة خلاص ممتاز ما أتحدث ما أتحدث معه بأي شيء ما أتشيره بأي حاجة والحمد لله نجأت في حياتي جميل واحتكيت مع ناس إيجابيين والحمد لله كانت يعني كانت نغلة جميلة في حياتي الحمد لله ممتاز يعني هذا هو المفترض الناس اللي هما بيأثروا على الكس البن إنت تحاول تأثر عليهم إذا لم تستطيع خلاص فعلا فعلا تحاول أنك أنت تتعد عنهم وأنك أنت ما تحاول أنك تسمع يعني أشكوتهم أو تذمرهم أو إحباطهم لأنهم عندهم مشاكل نفسية وعندهم طاقة سلبية جدا عالية فعشان كده الواحد إذا ما قدر يأثر عليهم فهو هذا الأسلوب جدا جميل إنه هو أنك أنت تتتعد عنهم يتتعد خلاص يعني اسمه حاول في النهاية إنه هو يغير من الشيء الموجود لكن ما قدر طيب فيئت مشاركة ثانية من الأخ أبو حامد نقول ألوي سعد صباحك يا رب سعد صباحكم جميعا يا رب الله يسلمكم إن شاء الله بالله أني أنا فتحت على أن أفهمت مدى موضوعكم صراحة موضوع شيء جدا موضوع أنا أحتاج والله منكم النصيحة خاصة أني أحضروا للأسلوب بكما موجودة صراحة يعني أتكلم عن شخصي أنا كنت إنسان عادي أمسان طبيعي عايش حياتي طبيعية ما أدنى همومي أشياء بسيطة فلما الناس تكون توصل لدرجة المشاعر أنها هي تتحكم في الشخص هنا أنا أقول مستسلم صراحة للشيء الداخلي وما أنا قادر ألقال نفسي حل دائما أحاول أجلس مع نفسي أحاول أجلس أتراجع مع نفسي أخطائي اللي قاعد أعملها بالشكل اليومي أحاول أحسم من وضعي شوي أحاول أتوي مراجعات فيي بيني وبين نفسي إلا أني ألقى أخطائي وأحاول أن أغيرها ولكن أعجز عن الكلام هذا ما نلاقي حل ما أدري هو بعث فيه شخصية أو حاجة أنا والله ما قدرت أرسم مع نفسي على يعني على بر صراحة أنا قاعد أعاني من الشيء هذا عاني أنه كل شيء ممكن أقدر أقاوم وكل شيء ممكن أقدر أتغلب عليه إلا أنها تكون المشاعر وخاصة لما تكون مشاعر قوية جدا باتجاه شخص معين هنا أنا لا أراقي نفسي حل أنا أتمنى أن الأستاذ اللي عندك أنها تعطيني يعني حاجة بسيطة زي ما تقول دفعة معنوية إيجابية صراحة أتمنى الإيجابية منها حلو جميل شكرا لك أخوي على المشاركة هذه أكيد يعني صراحة وإحنا ممتنين لك أكيد كمان لأنك كنت شعرت بالراحة وقاعدت تتكلم بهذه الأريحية رح توضح لك الأستاذة غدير أكيد الكثير من التفاصيل وإجابتك أكيد رح تكون واضحة لكن رح نطلع الآن فاصل أخير من كيف نكون قدوة مستمعين ورح نرجع لكم من جديد خليكم مع السماء يا هلا فيكم من جديد مستمعين كيف نكون قدوة عندنا مجموعة مشاركات قبل الفاصل كان فيه مشاركة من الأخ أبو حامد رح ناخذ الاتصال اللي أيضا الآن معنا من الأخ عيسى ومرة واحدة أستاذة غدير نجاوب على المستمعين هلا هلا وسهلا يا هلا صباح الخير كيف حالك طيبة سلمك يا رب الأخ تعمل تفضل مين لا لا حاب تشارك في الموضوع أيو اللي هو عارف موضوعنا اليوم الإيجابية أيوة تفضل 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 أيوة إنسان طبعا لما حصل له خبر حلو سير فيه طاقة إيجابية رح يعمل من نفسه وإذا كان وإذا ما في خبر حلو طيب ما في خبر حلو بأكيد في سلبيات هو مو دايما فيه أخبار حلوة عادي فيه أحيانا رتم واحد كده في الحياة ما يكون فيه أشياء والله أنا من نسبة لي أنا إذا ما سمعت خبر حلو ما يعني اللي يبغى طاقتك الإيجابية تظهر عليك لازم فرحك كل يوم لازم نفرح والله حلو لازم تفرحوا الناس يا جماعة شكرا لك أخوي على المشاركة اللذيذة يعطيك ألف عافية فضلي أستاذة غدير كان فيه مشاركة من الأخ أبو حامد طبعا سمعتي المداخلة قبل الفاصل أشراك في كلامه والله يشوفي أنا يعني أنا نفسي كمتخصصة في علم النفس وبرضو أحتجت يعني لما أنا حستي أني أنا أتعرضت لصدمات نفسية لجأت لهذا لمجال الاستشارات النفسية ودخل في برنامج اللي هو تطوير الذات فأنا أنصح المتصل اللي هو اتصل علينا أنه يعني يطرق باب الاستشارات النفسية وتطوير الذات لأنه كل ما هو الإنسان أدرك يعني بنفسه وزاد وعيه كل ما قدر يتخلص من جميع الطاقات السلبية المشحونة وعرف يبرر تصرفاته مثلا الإنسان أحيانا يعني هو بيكون الداخل غير خارج فهو البرامج هذه بتساعدك أنك أنت بتعملك عملية الموازنة في عجلة الحياة وكمان يصير الداخل كالخارج يعني ما يصير تناقض دافئة الشخصية وبالتالي حيزيد وعيه واستبصاره وحيستمتع بحياة جيدة وحيشعر بالسعادة والأمن والسلامة الداخل جميل جميل أستاذ غدير لو حابة ضيفي شيء قبل أيضا لا نختم والله أنا مرة سررت معاكم كان لقاء جدا جدا محمس الإنسان كلما كان تقديره في ذاته جدا عالي كلما أستطاع أنه يأثر في الآخرين أنه يتعايش مع الصدمة النفسية ولا يكون الصدمة النفسية تاخد حيث كبير من حياته بحيث أنه يعني ينسى دوره قيمته أهدافه في المجتمع يتعايش مع الصدمة هو مو شيء سهل ألم الفقد خاصة الموت والطلاق بس إنه يتعايش مع هذا الألم بأساليب واستراتيجيات الصدمة مجرد ما يحس أنه هي فيه سلوكيات وتصرفات غريبة صارت عليه يطرق لمجال الأخصائي النفسيين والاستشارات النفسية ومجال تطوير الذات وبالتالي حيشعر بالسعادة اللي هو يتمنىها جميل جدا أستاذ غدير تشرفنا بوجودك معنا اليوم في كيف نكون قدوة يعطيك ألف عافية شكرا لك مستمعين إن شاء الله تكونوا استفدتم من حلقتنا اليوم عن نقطة التحول وقوة التغيير من الطاقة السلبية للإيجابية تقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة مرة ثانية ولازم ترجعوا تسمعوها على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM شكرا لكل شاركوا معنا عن طريق الاتصال وأكيد شكرا للمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي كنت معكم أنا سامية البيروتي في أمان الله